الاسماء الحسنة التي فيها معنى الدعم وخاصة عندما يتفتك بالانسان المشاعر السلبية عندما ينشغل بحوار سلبي مع الناس عندما يعيش في الماضي بعض الناس يعيشون في الماضي وكل كلامهم عن الماضي المؤلم بكل تفاصيله انا كثير من احيان لما يجي اناقش اي انسان عندنا مشكلة حتى في العمل يبدأ يتكال يعني الماضي ما نطول فيه لانه الهدف من الحديث عن الماضي اننا نتعلم منه دروس للمستقبل فلما يصير معظم الحديث كله عن الماضي ما استفدنا فاذن بعض الناس يعيش في الماضي بكل تفاصيله ويظل هذا الزائر الثقيل طوال الليل يؤرق الانسان هذه الهموم فلا عجب اذا ان معظمنا يشغل نفسه في كل لحظة من يومه كي بعض الناس ما يحب ان ينفرد بنفسه مشغول دائما ليش لان في اللحظة التي ينفرد بها بنفسه فورا ستأتي الهموم فيشغل نفسه مع دردشة مع الاصحاب مشاهدة التلفزيون متابعة عبثية لمواقع التواصل الاجتماعي هذه كلها خطة للهروب من الواقع فالحضور عند العلم النفس هو ان الانسان يفكر في اللحظة التي يعيشها ما يعيش في هموم ماضي ولا تسيطر عليه قلق من المستقبل فاذن المؤمن يستعمل معاني الحضور ليس بالطريقة الغربية استرخاء وعده معرف ايش وانما المؤمن يستحذر هذه المعاني من خلال الادوات التي اعطاها الله اياها الصلاة هي استحضار التسبيح هو استحضار الدعاء هو استحضار هذا الارتباط بالله سبحانه وتعالى صلاة الجمعة هي استحضار صلاة الجماعة هي استحضار هكذا الانسان يعني يتأمل في الماضي فيستفيد من دروسه يخطط للمستقبل لكن بدون ما يسيطر عليه لا الماضي ولا المستقبل فيستمتع بلحظته بسبب علاقة بالله عز وجل وبسبب انه يعرف ان الله سبحانه وتعالى سيدعم سيدعم المؤمن اذا استجبتم لله اذا اقبلتم على الله سيدعمكم فلا تخافوا ولا تحزنوا